اليوم اختارت انه نتكلم شي شوية على واحد الموضوع اللي هو ما غريب شعلينا كنا دائما نتكلم في الوقت اللي كيكون منافسات قارية او منافسات جهوية لا مع الاشقاء من تونس لا مع الاشقاء من الجزائر لا ولا مع الاشقاء من مصر اليوم اختارت انه نتكلم على المنافسات اللي كنكون فيها وجه اللي وجه احنا كاما غريبة مع الاشقاء من مصر بعيدا عن المنافسة الريادية اللي كانت دائما منافسة من المستوى العالي وتبعنا لا على صعيد الانديال على صعيد المنتخبات ولكن النقاش هنا حول الاعلام المصري الشقيق حول الضغط الذي يمارسه الاعلام المصري الشقيق في مجموعة من القضايا وآخرها المسألة ديال المبارتين ديال نصف نهاية تشامبيونس ليغ ونصف نهاية ديال كأس الكاف أو كيف كيسميوها الأشيقاء المصريين كأس الكون فيدرالية وهنا يا مقابل غورة بلومو بقدرة قادر والتي نسمعه مجموعة من الأشياء ونعرف أن الدراع الإعلامي المصري طويلة جدا على مستوى وفرة وسائل الإعلام وفرة المنابر سواء كانت مكتوبة مسموعة أو مرئية والتي تصل لكل البيوت في العالم العربي ولها القدرة في التأثير على الرأي أنا ما كان ننكرش ولا مجموعة من الإعلاميين هنا في المغرب لا ننكر أن كل إعلام في كل بلد الحق دياله والواجب دياله أنه يكون سند والظهر ديال الممثلين ديال البلد على صعيد الأندية ولا كرياضيين ولا على صعيد منتخبات ولكن في الحالة المصرية في الأوينة الأخيرة مع كل احترام هناك غلط في غلط لأن في الكثير من الأحيان كين البهتان وكين الإفك وكين المغلطات كلنا تتبعنا الاحتجاجات وما جاء في الإعلام المصري وهنا أقصد الإعلام المصري الغير نازيه الإعلام المصري الغير نازيه وبعض الأشخاص نعرفهم جيدا ويعرفوننا جيدا أنتم غير نزاهة على الأقل أدلي بالرأي وأدلي بالرأي الذي يخدم بلدي ولكن لاجب أن أدلي بالإفك والبهتان في حق الطرف الآخر كلنا نذكرون حكاية المباراة الأهلي والويداد في نهاية تشمبيونس ليغ قبل ثلاث سنوات الأهلي المصري بقدرة قادير لما فقد التشمبيونس ليغ التهامات للحكم قاساما التهامات لأحمد أحمد التهامات لفوز القجع النفوذ المغربي وكأن الأهلي المصري خلق ليفوز دائما لا ينهزم بمعنى أن حتى هذه الأشياء إعلام مصري يعني فيها تبخيص لمجهود الفريق الذي فاز لهو فريق الويداد والذي هو ممتلنا في هذه الكأس والذي أحرزها بكل استحقاق أعطوني فقط أعطوني إذا كان هناك غلط واحد من قسمة أعطت تفوق للويداد لا ذهبا ولا إيابا كينا حكاية أخرى ديالما قبل مواجهة نهضة بركان لفريق الزمالك في نهاية كأس الكاف الحديث كان ما بعد تأهل نهضة بركان على حساب الندي السفاقسي فركب بعض المراهقين وبعض الغير نزهاء من الإعلام المصري على ما حدث في مباراة نهضة بركان والنادي السفاقسي يعني كأنهم أخذوا تمرير من الإعلام التونسي الشقيق وحاولوا أن يمرروها بالقدم الأخرى في الوقت لهذا الإعلام المصري لم ينبس ولو ببنت أو أخت شفا حين تبهدل حسنية أقدير أمام الزمالك تحكيميا وسجل حسنية أقدير وظلم تحكيميا في المباراة أمام الزمالك ثم لا دعي لأن نتكلم في مجموعة من الأشياء وهنا فليسمح للأشقاء المصريين سمحوني بقى أحكلم معكم بالمصري يعني إزاي أنتوا هتفهموني بالمصري وأنا زي ما بفهمكم لما بتتكلموا عن المغرب بعد دور الربع للشمبيونس ليغ الحالية بعد تأهل الويداد على حساب نجم الساحل وتأهل الراجاء على حساب تيبي مازينبي تبتا أن الويداد سيلعب مع الأهلي وأن الراجاء سيلعب مع الزمالك الإعلام المصري الشقيق بقى ساب المستوى الفني للرقاء والمستوى الفني للويداد ورح بيكلم عن الويداد أنه كان موعود بالبطولة من السنة الفيتة عشان اللي حدث في لقاءه مع الترق ورح بيتكلم عن الرقاء من زاوية أنه حميد أحداد حيلعب ضد الزمالك ولا مش حيلعب هذا هو الجانب اللي تكلموا فيه الأشقاء المصريين هنا الإعلام المصري ربما يشك الفقاعات وربما هناك من يصدق هذه الفقاعات ولكن هذه الفقاعات دائما تكون فاقدة للمصدقية في الكثير من الأحيان ولكن خلال اليومين الماضيين وبقدرة قادر جاءنا رجل اللي هو المهدي المنتظر في علاقتنا بالإعلام المصري وهو فاروق جعفر فاروق جعفر يا متعلمين يبتوع مدارس هو مدرب وطني سابق مدرب سابق للمنتخب القوم المصري ولعب ضد المغرب في مباراة 6 أكتوبر 96 واللي عمل فيها الحكم التنسي فريد السحلي اللي عمله وطرد نور الدين النيبة وواواواواوا فاروق جعفر هو مدرب الزمالك سابقا مدرب الزمالك اللي كان أقصي مع الرجاء في 2005 في دورة أبطال العرب لما جمال السلامي المدرب الحالي هو اللي خسر في الرباط 2-0 وفاز في القاهرة 3-0 فاروق جعفر هو عميد الزمالك وعلى قناة الزمالك يقول بأن الزمالك ولعبي الزمالك وهو كعميد ككبتن للزمالك كان يجلسون الحكام وكان الحكام الأفارقة يخبرونهم هل تريدون ضربة جزاء هل تريدون طرد اللاعب وقال فاروق جعفر أن المسألة ما بتخصش الزمالك لوحدها بتخص الأهلي والمؤولين والمحلة وعلى رأيي المثل أنا لن أطيل في هذا الموضوع على رأيي المثل ودي رسالة غير مشفرة وما فيهاش هزار لكل الإعلاميين المصريين الغير نزهاء يا أخي ما يبقاش تاريخ كله فضايح وتيجي أنا تديني نصايح ولا أقول لك أكنس بيتك ورشو أنت مش عارف مين يخشو